التقرير الدقيق المخلص أو الملخص الجامع الأكثر وفاءً للموضوعية والحقيقة هو ذلك الذي يعتمد على الحدث المتحكم فيه النابع ربما من التجربة الإدارية ومعرفة السلطة والإدراك النظري لفلسفة فنون الحرب وتجربة الحياة أولاً وقبل كل شيء فالقانون وبنوده كما طريقة تأويله والعلم وفصوله يبقى في متناول كل من يعرف القراءة والكتابة فللكفاءة أصولها كما للنزاهة شرطها الأبدي المتجسد حتماً في استقلالية الفعل سواء كان المجال تنفيذ محض أو إبداعي واسع شامل شريطة حسنية يونس في النيش وتنبير 2017 سواتش